حكاية محمد صلاح عشان بس اقولكم تفعلكم معانا في غاية الاهمية وينير لنا الطريق خلانا نكتشف ان في ناس تستشهد في سينة بدلائل احنا كنا يعني قال لا انا كنت شاكك بس متأكد في ناس بتستشهد في سينة على الحدود ومحدش بيقول ايه السبب للأهالي واذا قيل احيانا بتكون اسباب غير حقيقية تحدثنا بالامس ان السبب الرئيس لما فعله محمد صلاح هو التقر لأحد زملائه اللي استشهد في سينة ومحدش جاب سيرته وان محمد صلاح كان متأثرا بتلك الحكاية اللي حكاها الاصدقاءه لما كان بينزل اجازات ومنفعل جدا ان الجيش المصري والبلد ازاي صاحبي يموت ومحدش يجيب حتى سيرته محدش يقول الله يرحمه ده الاسرائيليين اتلوا على الحدود هقولك بعض الحاجات اللي بتحصل عشان نحاول نكون الصورة الاكثر وقعية في الجيش المصري اسمه محمود احمد حميد موسى محمود احمد حميد موسى ده في اللحظات الاولى في الاضطراب اللي كان بتصليها الرسائل وكده كان بيتم تدول اسمه على انه هو الشهيد محمود عشان بس ايه اه ابروز اسمه طيب محمود احمد حميد موسى الشهيد باذن ربه محمود احمد حميد موسى محمود احمد حميد موسى وصلت لنا رسائل وتم تدول اسمه على انه هو شهيد صاحب الوقعة ليه الناس تخيالت كده لان كان فيه ابلاغ خبر استشهاده لأسرته في نفس التوقيت تقريبا بتاع محمد صلاح من اجل هذا تعامل البعض على انه الشهيد صاحب وقعة اختراق الحدود وقتل ثلاث اسرائيليين وجرح اتنين محمود احمد حميد موسى لا حول ولا قوة الا بالله ننعي ببالغ الحزن والازى شهيد الوطن ابن قرية المحروسة المجند الشاب محمود احمد حميد موسى من عائلة الشق البحري والذي وفته المنية اثناء تهديت الوجب الوطني بالسينة خالص العزاء لأسرة الشهيد ودويه وعائلة الشق البحري والاهالي المحروس وتشيع الجنازة بعد صلاة المغرب من نور الاسلام بجبل المحروسة والبقاء لله واحد ده الشهيد بإذن ربه محمود احمد حميد موسى هنا الصعيد محافظة انا تحية للصعيد وتحية للانوية وتحية لقرية المحروسة الشهيد الحي جندي مقاتل محمود احمد حميد موسى رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنوا أولئك رفيق الموضوع ده كان عملينا دستورشن في الفترة الأولى بشكل كبير جدا دستورشن في سبيل الله تعالى المجند بقوات المسلحة محمود احمد حميد موسى من عائلة الشق البحري رحم الله الشفي الشهيد وغفر الله واسكنه الفردوس الاعلى الشهيد محمود احمد حميد موسى طيب محمود احمد حميد موسى خبر استشهاده وصل لأسرته قبل محمد صلاح باربعة وعشرين ساعة تقريبا عشان كده حصل البلبل وكان بيخدم في سينة على الحدود في الجيش محمد صلاح أمن مركزي محمود احمد حميد موسى بيخدم في الجيش على الحدود بلغ اهله باستشهاده قبلها باربعة وعشرين ساعة ايه السبب اللي بلغ بيه اهله ان محمود استشهد قال لك كان واقف في برج مراقبة والبرج باش وقع ابنك شاهد يا حاج ايه البرج باش وقع كده زي ما بقولك البرج اللي كان واقف فيه محمود احمد حميد موسى باش وقع وغني عن البيان ان قصيته مش مقتنعة بالكلام ملوش علاقة بواقعة محمد صلاح ولا هو اللي كان بيتقر ليه محمد صلاح عشان كده تعرف ان الموضوع ده شجون قالوا لهم بلغ اهله رسميا قبل وقعة محمد صلاح الله يرحمه باربعة وعشرين ساعة قالوا لهم ابنكم استشهد ازاي يا فندم قال لك البرج بتاعه وقع باش فوقع مات كمية الرسائل اللي جات من ناس واهالي مجندين شهداء انهم مش بيتبلغوا بسبب الاستشهاد او بيتقال لهم اسباب غير مقنعة زي بواوشان برج المرأبة كمية حقيقة يجب ان نقف امامها يجب ان نقف امامها يجب ان نقف امامها مش بس عشان احنا مناش تمن وانه محمد صلاح لو كان المجني عليه بلغة الامن يعني وانه هو اللي تقتل ولا بتاع ما كانش حد جاب سرته ولو فيه خمسة زي محمد صلاح ما كانش حد جاب سرتهم ولا اي حاج انت عرفت عشان اسرائيل اعلنت انما اسرائيل لما بتقتل ما بتعلنش خصوصا مع محايلات الجانب المصري والجيش المصري انك تسكتوا وكتموا على الخبر مجور ودي من ضمن الاشياء الخطيرة اللي بيفتحها موضوع استشهاد محمد صلاح اضف الى هذا ان الاول مرة بيخرج تصرحات من جيش الاحتلال من خلال ناس كانوا مجندين في جيش الاحتلال ان الحدود بين مصر واسرائيل ابدا ليست هادئة كما يتم الترويج وتحدث فيها حوادث كثيرة לשמוע לוחמת לשבר בגדוד קרקב נמשיך לדבר איתך אחר כך רומי שלום בנימיני שלום רומי שלום כמה הופתעת ששמעת על הפיגוע? תראה זה היה קשה אבל לצערי אני לא יכולה להגיד שהופתעתי ידענו שהדבר הזה יקרה במוקדם או במוחר ולצערי זה קרה ויש לנו שלוש עבדות ספרי באמת קצת על התנאים של השמירה על הגבול הזה שאנחנו אוהבים לקרוא לו גבול שקט היום למשל ראינו תמונה של העמדה בעתן צריכות לשמור זה נשמע כמו משהו הנה העמדה שמאוד קשה לעשות 12 שעות קודם כל גבול מצרים הוא גבול מאוד מאוד לא שקט הייתי שם באמת מספר שנים אני יכולה להגיד שכמות התקריות שיש לנו ממש של ירי על כוחותינו זה דבר שקורה ממש באופן יומיומי ולקרוא לו גבול שקט זה פשוט חוסר הבנה של המציאות שקורה שם אני יכולה להגיד לגבייה עם דות שיש המחן גם אני الواقع الذي يحدث هناك مختلف تماما طب מין اللي بيموت على الحدود لو من جيش الاحتلال هيعلم اسרائيل هتعلم מין اللي مات وكيف قتل كيف قتل الشهيد بإذن ربו اللي تقارله محمد حد دلوقتي محدش يعرف محمود أحمد حميد موسى ملوش دعوة بواقعة محمد صلاح خالص ده تورد أبراج كان على برج باش باش ازاي بيبوش يا ابن البرج ده بيبوش عمره الافتراضي عمره الافتراضي بيبوش باش مات ده السبب اللي قالوه لكنه مش هو ابننا اللي استشهد واللي انتقم من أجله محمد صلاح أو ده واحد كان من الأسباب الرئيسة لما فعله محمد صلاح خلي بالك بس عشان الناس بتنسى شوية أو شويتين تلاتة في 2011 وفي أغسطس تحديدا الدنيا تقلبت في مصر لأن اسرائيل قتلت تلات جنود مصريين على الحدود وفاكرين اقتحام السفارة واللي حصل ومصر سحبت سافرها سفارة الإسرائيلية وقلتلك مصر تقرر سحب سافرها في إسرائيل لحين تقديم قادتها اعتذارا ده في 2011 وقت الثورة اللي كان الشعب قوي وما كانش تنفع حاجة زي كده تستخبى فيه أهالي بتتكلم وناس مش بتسكت والناس بتغرد على طول زي البلابل حرية بقى لحظات حرية لشعب عاش أعمار طويلة في ظل العبودية مش مهم من يستعبده المهم أنه هو يستعبد المهم وعلى ذكر التحلالنا المتواضع اللي قلنا آخر مرة قلناها 17 مايو واللي عندناها لحضراتكم أنه فيه لعبة يحصل لأن إسرائيل محتاجة تتحرك عشان تأمن حدودها وده يحقق مصلحة قوية للطرفين المصري وإسرائيلي اختحام السفارة ساعتها أيضا الجيش غض الطرف زي ما سابت كده الشراعة للناس تخرج الجيش غض الطرف وكانش فيه شرطة ليه لأن كان مصلحة الجيش فهم المجلس العسكري ساعتها بقيادة المشير تنطاوي المرحوم مشير تنطاوي فهم الجانب الإسرائيلي ده المصلحتكم قال له سيب الناس تقطاحم وهنقفل السفارة ده المصلحتكم قال لهم ليه قال له هتعرف ان ده المصلحتكم مع الوقت ده المصلحتكم عشان إسرائيل تتأكد وتتأقن وتكون داعم قوي للانقلاب اللي كان متخطط له على الديمقراطية وكان بقى اللي هيوصل مين زي ما هم كانوا بيتمنوا ان يكون واحد من الإخوان أو كانت الظروف تجبر حد ان يصل حد تاني مثلا لكن ان لما يحصل الانقلاب تبقى إسرائيل تبقى فهمة ان ده شوف انت لما كان فيه ديمقراطية اللي حصل السفارة بتاعتكم اقتحمت والورق ترامى من الهوى والقصة وشوفت انتو وتفضحتوا وقفنا للسفارة ملكوش حماية ولا ليكم حض غير تعالى حضن عمه يا ولا ده الجيش المصري المجلس العسكري بيقول للإسرائيليين حضن عمه مين الجيش يا ابن انت ملكش تماماً لا مع الجيش جيش هو اللي يأمل لك كل حاجة جيش هو اللي يأمل لك كل حاجة فده كان من المشاهد اللي تشابق الشراع عشان بس الناس تستوعب وتفهم هل الجيش هو اللي اقتحمت السفارة إسرائيلية؟ لا هل هو الولد اللي وصل لفوق ده وعملت مع القاء زي مع ايمان حسن كان اسمه احبد تقريباً لما والناس حاسد سفارة هل دول الجيش كان دفعهم أبداً؟ انت كل الحكاية الشعب ده تسيب له الشراعة زي ما انا قلت لك استشهد محمد صلاح لا ينفي اطلاقاً ولا ينتقس اطلاقاً محمد صلاح عمل الفكرة من نفسه إنما كل الحكاية قد 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 زعنا ليه من قد؟ إن تكون تثبت الشراعة حمد صلاح لخمس ساعات يمرح فيهم ويتع السياج ويتجاوز الكاميرات وأجهزة الاستشعار ويبقى في الأراضي ويرجع ويجع عليه وحدة تانية قصدي كده يعني فده كان في 2011 وقت الثورة لما كان الشعب قوي وما كانش بيه حاجة تنفع تستخبه فالموضوع اتعرف في ساعتها وإسرائيل اجبرت على الاعتذار ده وقت الثورة دنيا تقلبت فاكرين أنت اقتحاب السفارة الإسرائيلية تكلمنا عنه كتير دي الوقت اللي ما يحصل حاجة حضرتك مين اللي هيقوله اللي يصرح بالنسبة لمصر فيش حد طبعا وكمان هيبقى فيه خوف على معنويات الجيش لأنك لو مات حد على قيد جند إسرائيلي لازم تاخد موقف فانت حاطت أمن مركزي عشان يبقى البوضوع بعيد عن الجيش ومحدش يعرف مش هاتكارثي في وسط غياب المعلومات تماما وحجبها عن الجميع عمد صاحش يجيب سيرته في الإعلام احنا عايشين مقساة كبيرة جدا في مصر وسط غياب المعلومة ولا صحافة ولا صحابة أجنبية تقدر تعمل فبالك أنها تقترب من سينة وانت مخب بكل حاجة والناس هتعرف ازاي الحقيقة مستحيل بس سينة رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عين ونبص صاحبك البورسعيد يا ولا أو الضمياطي أي حد نبوس بعضينا سينة رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عين سينة رجعت كاملة لينا بقالها أكتر من 32 سنة 33 سنة بعتت آخر جزء طابة دي كانت 88 وتسعة وتمانين عاجة كده لا أنسى لحظات لما أعلن عن لحظات عودة طابة تمام والد الله يرحمه ختمل كده رايحين موادين المدرسة وبعدين فتح الراديو كالعادة يسمع الخبر وقاعد يدمع وقدي تطلع من البتاها وما يعرفش الله يرحمه سينة رجعت اللحيتة ناش نعرف كلنا المهم مش مهم بتعرق دي حاجات أكبر من فكرك انت إيه أخرك أنا مواطن حضرتك مواطن ديك قلت ديك حق المرعة ديك حق الكلام ولا ديك حق المعلومة أخرك حق المرعة وده مش أكيد يعني بس احتمال نعمل لك حياة كريمة فمحمد صلاح اللي أراد ربك أن يكون على اسم لعب الكرة الشهير اكتاح اسمه فخر العرب تويتر والفيس وكل حاجة وإسرائيل غاضبة جدا بسبب هذا التشابه خلي بالك الإعلام الإسرائيلي عنده مساحات بيتحدثيها يعني لا تقرم مع المساحات المصري إنما المعنى في بطن الجنرالات إلا حصل همم عندهم של حكايا الكاملة وإلا إسرائيل وده الأقرب وده الأقرب في وجهة نظرنا ده تحليل إن هي معاها كل واحد يجعل حدود لازم ياخد ملفه وتوفى عليه إسرائيل لمشترا المصري ورأى تصمو مشارت بو شنين رابط جملة اللي تقالت أكيد المفروض تكون توقفت عنها لو قاعد تتفرج بإمعان اللي هي جملة وإسرائيل إعادة الجثمان لمصر دي المعلومة اللي تقالت للإعلام الإسرائيلي هل أكيد حصلة لا أنا والله ما عرف وأهله ما يعرفوش ولا حد يقدر يمتلك هذه المعلومة دي الجملة اللي تقالي طب هل الإسرائيل متعودة ترجع الجثمين لا والله لا والله هي مش متعودة خالص طب في مواقف استثنائية أنا مش فاكر أرجوكم مسلحولي لو أنتم فاكرين مش عارف هل في حد شاف هل في تصوير لا والله ما حصلش هل أهله بصوا عليه لا والله ما حصلش فهم اتقلهم كده في الإعلام الإسرائيلي هل ده حصل لا ورد إن يكون حصل ورد جدا إنه ما يكونش حصل أنا ما عنديش تأكيد ودايما ببقى حريص جدا إن أنا فرق بين المعلومة والتحليل والتأكيد فهو بين اللي تقاله كده تقال الإعلام الإسرائيلي احنا سلمنا الجثمان هل ده حصل ولا لا والله ما عرف نعم مصر قالت لهم ده مواطن فقير وحالته المادية صعبة جدا 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 برضو ده اللي تقال الإعلام الإسرائيلي فهم بيتكلموا على هذا الأساس محمد صلح זה شمو בן 22 مكהיר אדם שמתجيس בדיוק לפני שנה ביוני שנה שעברה אמור היה אגב להשתחרר ממש בעוד כמה שבועות כאשר אנחנו מבינים שהוא ניסה לקצר שירות פנה לרופא צבאי בבקשה שישחרר אותו הטענות של חבריו שהסיבה לך הייתה שולה במצב נפשي קשה בין היתר לנוכח העובדה שהוא הוצב כל כך רחוק מקהיר עגנה חגה في مصر בל هو עגנה من مصر ذاتها ويابني الجيش مش من مصر لا لا ولادنا هم الجيش لكن الجيش وميزانيتו جنرالاتו مش من مصر دي ميزانية برا مصر وغالبית فلوس الجيش خارج مصر لكن الاكيد ان الجيش غني غناء فاحش لكن ما بيديش مرتبات كويسة لان دول عبيد بص حضائك مفيش حاجة بتمنح يعني انت لن تمنح مرتبات كويسة في الجيش إلا لازل شعب وطلب مرتبات كويسة لان تمنح تجنيد حقيقي يعني محدش يجرؤ في مصر محدش يجرؤ واحنا من الذين لا يجرؤون ان يقفوا قدام التجنيد الاكباري لما يكون تجنيد اكباري لما يكون استعباد اكباري لا ده شيء مرفوض تماما ولما يكون غالبية المجندين كل تسعب يروحوا يخللوا خيار ويقوروا كوسة لا ولما تكون المرتبات بهذا الشكل الهزيل لا لا ده مرفوض تماما نهيك ان الجيش اغنى مؤسسة في مصر مؤسسة اقتصادية الجيش ده حكاية بوهم ما اقتصاد اقتصاد وسلطة هي دي الحكاية اللي دايرة ترجمة نانسي قنقر